نروح نكمل أخبارنا ولجنة تخطيط بالنادي الأهلي قررت أنها تعمل حاجة تريح فيها شوية محمد عبد المنعم تبسطه يعني لجنة تخطيط قررت أنها تحط محمد عبد المنعم في الفئة الأولى في عقود اللاعبين عشان يمد التعاقده مع النادي يعني محمد عبد المنعم هيصل تعاقده مع النادي الأهلي في الموسم بقيمة 16 مليون جنيه 16 مليون جنيه بداية من الموسم المقبل بداية من الموسم المقبل بس ده ما يمنعش أن لجنة التخطيط في النادي الأهلي منحت محمد عبد المنعم موافقة مبدئية على احترافه بشرط أنه يتلقى العرض المناسب للنادي واللاعب وحسب معلوماتنا محمد عبد المنعم عنده تلات عروض من إيطاليا وأسبانيا وتركيا أهمها عرض من نادي متواجد في منتصف جدول الدولي الإيطالي في الوقت الحالي لسه ما فيش عروض رسمية وصلت للنادي الأهلي بخصوص محمد عبد المنعم بس كلها وكلها حديث من وقلاء لعبين لللاعب نفسه كده كده محمد عبد المنعم مستني كأس الأهم الأفريقية هو مش ياخد قرار في أي حاجة إلا في كأس الأهم الأفريقية القادمة بعدها يستمع للعروض هو والنادي الأهلي ترجمة نانسي قنقر